وفي ختم الزيارة دلال والي انشيري بالتصريح التالي لقناة الموريتانية أوضح فيه الأهداف العامة لهذه الزيارة قمنا صباحا هذا اليوم بزيارة ميدانية لمحطتين مهمتين المحطة الرصد الجوي بمدينة أكوجت حيث تفقدنا الأجهزة الموجودة للرصد والقياس المطر لأن الآن نحن في مقبلون على الخريف ولاحظنا تحسنا في مبنى المحطة وأيضا فيما يتعلق بالأجهزة لاحظنا تحسنا عن الزيارة الماضية عن هذه الزيارة نحن بزيارة ميدانية داخل المحطة داخل المكاتب ومحطات الإرسال وتقديم البرامج والنشرات لاحظنا تقدما تقنيا داخل الإذاعة ولاحظنا إذن تطورا إداريا وحداثيا والتقدما ملحوظا من ناحية المبنى والنظافة ويعكس هذا العمل تطور في الإذاعة بصفة عامة ومحطة أكوجت بصفة خاصة ترجمة نانسي قنقر